يا أيها المتهافتون المتخاذلون ويا حكام العرب السعين إلى التطبيع مع إسرائيل اسمع نحن الفلسطينيين المسيحيين سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح فلسطين والقدس وتسلمنا منهم العهدة العمرية نحن ثبتنا أمناء على العهد وسنبقى كذلك أما أنتم فماذا صنعتم بتلك المفاتيح ولمن سلمتموها نحن إلى أيدي أمير المؤمنين الطاهرة سلمناها وأنتم تسلمونها اليوم إلى أيدي الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء المسلمين والمسيحيين أنتم لا تستحقون فلسطين ولا تستحقون القدس أرض الإسراء والمعراج لأنكم بالتطبيع طمصتم وأهملتم آية الإسراء الكريمة كأنها لم تعد جزءا من عقيدتكم الإسلامية ولكنها كذلك هذه خيانة إيمانية ووطنية وإنسانية هل تريدون أن تحموا إسرائيل؟ نحن امنحوها سقوك غفرانكم وثبتوا وجودها بالتطبيع والسلام لكننا نعدكم نحن الفلسطينيين نعدكم أن إسرائيل سترحل عن أرضنا مهيضة الجناح ذليلة بسواعد المقاومين الشرفاء سترحل 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 ليس المسلم من سلم الناس من يده ولسانه؟ نحن أهلكم الفلسطينيين ما سلمنا لا من يدكم التي توقع على التطبيع وتصافح نتنياهو لبرمان ولا من عيونكم التي تبكي على بيريس ورابين ولا من لسانكم الذي ينعت المقاومين بالميليشيات والإرهابيين ولا من أخلاقكم لأنكم لا تخجلون أن ترقصوا مع الخخامات وتشربوا نخب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كأنكم تعترفون بها عاصمة لإسرائيل قبل ترامب وتوقعون قبله على صفقة القرن التي تشتب من التاريخ قضيتنا الفلسطينية وتتجاهلون حق العودة وآلام المهجرين والمشتتين والمحاصرين أتطربون على أنغام النشيد الإسرائيلي هتكفى إن الزمن بطيء ترجمة نانسي قنقر